مرحبا بكم سيداتي وسادتي وآسفين على التأخير اللي حصل اليوم والسبب حصلت أشياء وايد يعني فأعذرونا على ذلك اليوم عندنا الحلقة الحادية عشرة من بهنك المخادع وطبعا بهنك المخادع هو كتاب للدليل العلمي لاكتساب مهارات التفكير النقدي واليوم رح نكمل ما قدمناه بالحلقة الماضية في نظرية الاحتمالات والأهميتها فسوف نتطرق إليها بصورة مفصلة أكثر وأسم الحلقة اليوم نحو تقديرا أفضل لما هو مهتم في هذا الفصل يبدأ المؤلف بطرح السؤال التالي يقولك كيف ترجح أن تكون نهاية حياتك يعني طبعا كلنا في يوم الليان رح نموت فكيف ترجح أن نهاية حياتك ستكون هل هو بين فكي سمك القرش يعني رح يأكلك سمك القرش أو تعتقد مثلا أنه سيصيبك برق من السماء فيحرق كل خلية في جسدك ماذا عن سقوط ثمرة جوز الهن مثلا على رأسك وتسببها في القضاء عليك وكيف تستطيع أن تقدر ما هي الطريق الأرجح من كل ما مضى وما هي الوسائل التي ستستخدمها لكي تكون تقديراتك الاحتمالية بالموت بطريقة أكثر من الأخرى تكون أكثر واقعية يقول المؤلف أن في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وليس الحصل سجلت معادلات الموت بسبب افتراس سمك القرش حالة واحدة لكل سنة وعليه فالمخاطرة بنهاية الحياة بهذه الطريقة لو كنت تحيا بالولايات المتحدة وحسب الإحصاءات هي واحد لكل ثلاثة وسبعة من عشرة مليون وسجلت معادلات الموت من الصواعق أربع حالات بالسنة وهذا يعني أن مجازفة الموت بالصاعقة حسب الإحصاءات هي واحد لكل تسعة وسبعين ألف أما عن سقوط ثمر جوز الهند على الرأس وتسببه بالموت ذلك بالواقع يعتمد على مكان إقامتك طبعا في الأماكن اللي ما فيها جوز الهند يعني احتمال صفر تقريبا فالجزر التي يكثر بها ثمر جوز الهند بالمعدل السنوي فيها للإصابات بين ثلاثة لكل تسعة أشخاص تقريبا ومعدلات الموت هي واحدة لكل ثلاث حالة إصابات يعني مثل ما قاعد نشوف ضئيلة جدا لكن بالنسبة لهم تكتر شوية وكما نرى في حالات الموت بسبب ما ذكر أعلى ليست كثيرة لكن من يحيى بالولايات المتحدة سيبالغ بتقديراته بالذات لأن وسائل الإعلام تتسابق لنشر هكذا حوادث وهذا طبعا يؤجج لدينا ما سميناه بالإحساس الداخلي أو بالاستكشاف المتوافر availability heuristics والذي قمنا بالطرق إليه في المحاضرات السابقة هو يتلخص بميلنا الطبيعي إلى التمسك بالأمثلة الحاضرة أمامنا أو في أذهاننا عند قيامنا بتقديم الشيء فما أن تواجهنا وسائل الإعلام بقصة درامية سواء كانت في تقارير أخبارية أو أفلام وثائقية تبين موت بعض الأشخاص مثلا في فكي سمك القرش فإننا وبدون وعي سنبصم بأن هذه الحوادث شائعة والتي من شأنها أن تثير أيضا فينا مخاوف لا مبرر لها وقلق غير منطقي من مجازفات لأحداث يكون بالواقع احتمال حدوثها ضئيل جدا وهذه فقط حصل طبعا هذه الأشياء حصلت لأن هذه الأمثلة تصبح حية في أذهاننا بسبب توافرها كمعلومة شاهدناها على وسائل الأعلام فأججت مشائر عاطفية عميقة لدينا من بعض المخاوف التي تم تحفيزها بأذهاننا من مخلفات تراثية ثقافية أو تطورية على الرغم من كون هذه المخاطر غير مبررة تماما والغريب أننا بنفس الوقت نتجاهل مجازفات أكثر واقعية واحتمال حدوثها يكون أكبر ليس لشيء فقط لكونها بعيدة عن مركز انتباهنا ولم يتم عرضها علينا بصورة درامية كما حصل مع الطرق الأخرى في وسائل الأعلام ولم تتحرك معها مشاعرنا بنفس الدرجة كما حصل مع حالات الوفاة الأخرى فالموت في نهاية الأمر هو واحد لكن الطريقة التي يموت البعض فيها هي التي تضر راسخة بأذهاننا وحاضرة في مخيلاتنا حتى لو كان احتمال حدوث حوادث من هذه الشاكلة هو أمر ضئيل نسبيا مثال على ذلك مثلا هو الموت بالتسمم بالتسمم ممكن أن يحدث وأنت مع أصحابك في مطعم المات أو بمنزلك عندما تأخذ دواء ما بالغلط أو ممكن أن يشرب طفلك بالخطأ نوع من أنواع المنظفات المنزلية وهذا احتمال وارد لكل شخص وفي أي مكان لكنه لا يبدو أنه يخيفنا كثيرا مثل الحوادث الأخرى عندك وعلى سبيل المثال وحسب الإحصاءات المتوفرة أن معدل حدوث الموت بالتسمم بالولايات المتحدة هو 19 و4 من 10 ألف مرة بالسنة وهذا معدل ضخم بكثير من كل معدلات الموت بسبب افتراز السمك القرش أو الموت بسبب الصواعق لكننا مع ذلك لا نعيره أي تمام لكونه غير حاضر بأذهاننا بالصورة الدرامية كما هو الحال مع الحوادث الأخرى في المحاضرة السابقة عند الحديث عن الأمية الرياضية تطرقنا إلى مغالطة المقامر والتي تتسبب بها الطرق الخاطئة الكثيرة في طريقة تذكيرنا عن الإحصاء أو إحساسنا بالإحصاء ووضحنا كيف أننا نرسم الخطوط والأنماط في الأحداث العشوائية والتي يصعب علينا فهمها بدون أن نضيف عليها رتوش وإضافات تجعل لها معنى في أذهاننا فيما هي تكون بالواقع مجرد تكرت الوهدي وتحدثنا كيف أننا نتوقع أن رقما ما سيظهر بلعبة الروليت مثلا فقط لأنه لم يظهر لمدة ولقد آن الأوان لظهوره أو أن ظهور رقما بعينه عدة مرات فسوف نعتقد بأن الرقم سيظهر في كل لعبة لوجود تخطيط غيبي أو يدا خفية أو ضربة حظ تعمل على أن يكون هو الرقم الحظ لذلك اليوم في الواقع المغالطات المتعلقة بالمقامرة كثيرة جدا وبعيدة كل البعد عن التفكير المنطقي خذ عندك ما يسمى بتأثير اللعب بأموال الصالة أو house money فالتقارير البحثية تؤكد أن الناس يبيلون إلى الاستمرار باللعب وزيادة الرهان بعد أن يفوزوا في الكازينو وهذا راجع للإحساس بأننا عندما نفوز بأموال زائدة عن الأموال التي بدأنا منها فإننا نتصرفه كأننا نلعب بأموال كازينو وليس أموالنا فيقل حين ذاك معدل المجازفة عندنا وسنقوم بالغالب برفع قيمة الرهان على الرغم من كون فرص الربح والخسارة في كل مرة نلعب فيها لم تتغير ونتيجة نهائية والتي نسميها أشوائية مشري الرجل السكران أو ترنح السكران بين الربح والخسارة إلى أن نصل لمستوى معين نقف عنده أو بالأرجح نفقد كل أموالنا التي بدأنا بها في اللعب لكن مجرد فوزنا سيكون دافع كافي لزيادة الرهان دون أن نعي أن احتمال أن نخسر بهذه الرهانات هو أمر وارد وبنفس مقدار الخسائر في الرهانات السابقة وكل هذا يحدث لأننا نقوم بتوسيل أحداث الماضية أي الحظ في الفوز بالأحداث المستقبلية وكأن هناك علاقة ما بينهما حتى مع كونهما أحداث إحصائية منفصلة تماما عن بعضها البعض زيادة الرهان لا يكون فقط عند الربح بل الغريب في الأمر أنه أيضا يحدث عند الخسارة وكأننا نستميت للوصول إلى التعادل أي كسب ما خسرنا لنرجع لبيوتنا بالتعادل وهذا يسمى بتأثير التعادل علينا والغريب هنا أننا نكره الخسارة ومع ذلك نزيد بالمجازفة وفي الحالتين سواء كنا متأثرين بلعم أموال الصالة أو بالتعادل فنحن كما بينت الأبحاث نميل إلى زيادة رهاننا كلما زاد الوقت لتواجدنا في الصالة ونبني توقعات الربح والخسارة على ما تقدم من الأحداث على رغم من كون الأحداث غير متصلة ولمزيد من الإضاحة فمصطلح مشي الرجل السكران أو ترنح الرجل السكران هو مصطلح يستخدمه من يعمل في مجال الأحصاء لكي يفسر ما يحدث بصورة عشوائية عند الربح وعند الخسارة فيشبهه لترنح الشخص السكران لليمين ولليسار فعندما تقوم بالمقامرة لبعض الوقت فأنه من الطبيع أنك ستربح أحياناً وستخسر أحياناً أخرى وإن لم يكن هناك غش في صالة القمار فستكون مسألة الربح والخسارة مسألة عشوائية لا علاقة لها بالحظ واليد الخفية سواء لك أو لخصمك والذي هو في هذه الحالة صالة القمار وصحيح أن هناك بعض المزايا بالغنائم الأحصائية للصال عليك كمقامر لكن لو تغاضينا عن هذه المزايا فالفوز والخسارة أساساً يحدثان بنمط عشوائي أي سيكون لك تكتلات عشوائية من مرات الفوز وبعدها تكتلات عشوائية من مرات الخسارة لترجع بالنهاية إلى المتوسط الإحصائي بين الأثنين هذا هو ما يحدث لو كنا نفكر بالمقامرة بنوع من المنطقية لكن ذلك لا يحدث في الواقع ولا يخطر بأذهاننا أساساً فاللعب إن كان في مرحلة الفوز فهو حر في أن يستمر باللعب إلى أن يبدأ بالخسارة وهنا قد يتوقف وقد يكمل فإن توقف فهو الكاسب والصالة هي الخسرانة لكن كما قلنا سابقاً فالأغلب أنه سيكمل وإن استمر باللعب إلى وقت غير محدد فهو يصل إلى مرحلة يخسر بها كل أمواله ولن يجد الدافع ولا المال للاستمرار فسيضطر للتوقف خاسراً على الأقل بعض أمواله وهنا تخرج الصالة بالفوز أو بمعنى آخر حتى لو لم يكن هناك غنائم أحصائية للصالة فإن أرجحية الفوز والخسارة كانت ستكون 50-50 يعني ممكن كذا وممكن كذا لكن الواقع هو أن الصالة ستظل تكسب الكثير من الأموال من المقامرين على الرغم من بعض الخسارات في الحالات التي يعرف فيها المقامر متى يتوقف هذا وهذا نادر الحدود ولذا فالأحصائيون يسمون ما يحصل بحائط الامتصاص من طرف واحد يعني من طرف الصالة القمار فعندما يخسر اللعب كل أمواله التي أراد المقامرة بها فهو سيتوقف عن اللعب لكن إن كان رابحاً فلا يوجد سبب لتوقفه وسيظل يلعب إلى أن يخسر أمواله وهذا ما يفسر حائط الامتصاص في اتجاه صالة القمار طبعاً هذا لا يحدث فقط في صالة القمار لكن هذه هي مجرد مثال لنبين لكم كيف أن الإنسان لا يكون تبكيره منطقي وهذا يحصل في أشياء كثيرة في حياتنا في المحاضرة السابقة مررنا مرور الكرام على انحياز معرفي مبني على الأسس الإحصائية وهو ما يسميه الإحصائيون باسم تجاهل معدل الأساس base rate neglect فما هي يا تورا طبيعة هذا الامحياز؟ حتى نفهم ما نعمل بمعدل الأساس فعلينا أن نرجع للدراسات التي عملها من قام بتوصيف هذا الامحياز لأول مرة في تجربة كلاسيكية وهما العالمان كانمن وتفيرسكي اللي تكلمنا عنهم في الحلقة الماضية وكان ذلك وهما مشهورين جداً في عالم في تجاربهم في علم الأحصاء والاحتماليات وكان ذلك في عام 1973 وتذكرون أيضاً أننا ذكرناهما في محاضرات سابقة أيضاً وكل من يعمل في هذا المجال لابد أن لديه معرفة بالأعمال والتجارب الكثيرة التي قدمها هذان العالمان بحقل الاستكشافات الإدراكية أو بأنماط التفكير أما الدراسة التي فسرت هذا التحييز بالذات فهي كانت بعمل التجربة التالية قام العلماء بإعطاء المسألة التالية توم تلميذ جامعي شديد الذكاء لكن ينقصه الإبداع الحقيقي فتوم يفقد للنظام والوضوح بالتفكير ولا يملك نظم نظيفة ومنظمة لكي يضع كل أمر بدقة في مكانه المناسب فكتاباته غير جيدة وميكانيكية وأحياناً يشبها بعض التلاعب بالكلمات السخيفة وشطحات خيالية من النوع الساي فاي أو الخيال العلمي وهو مندفع للثقة الشديدة بالنفس ولا يبدو اجتماعياً أو يحب الاختلاط بالآخرين هو إنسان أناني ولا يبدو بأنه يمتلق قصص ومبادئ أخلاقية عالية فماذا تتوقع أن يكون مجال تخصص توم من بين المجالات التالية بالجامعة هل هو طالب هندسة؟ هل هو يدرس إدارة أعمال؟ هل هو طالب بعلوم الكمبيوتر أو علوم الإنسان؟ هل هو طالب بالتربية والتعليم؟ هل هو طالب بالقانون؟ هل هو طالب بعلوم المكتبات؟ هل هو طالب بالطب؟ هل هو طالب بعلوم الطبيعة؟ هل هو طالب بعلوم الاجتماع والنفس؟ أي واحد من هذول تختار أغلب الأشخاص قالوا أنه على الأرجح أن يكون مجال توم هو الهندسة وهذا سببه طريقة العرض الاستكشافي أو الإيحاء بالسؤال الطريقة المعروضة لشخصية توم تحفز لدينا الصورة المجتمعية التي نحملها عن شخصية المهندسين لكن من الأرجح كون مجال توم في الهندسة تجاهل بالواقع ما يسمى في معدل الأساس في حساباته ولجأ فقط للتخمين معدل الأساس يكون عندما نتساءل ما هو عدد الطلبة في كل مجال فأن لم تكن هذه المعلومة متوفرة لدينا فلن يكون تخميننا واقعي بل حساب معدل الأساس أو ما يسمى أيضا بيزين أبروش أو نهج بيزين هي طريقة أفضل لتقدير وترجيح احتمال على أكثر من الطرق السادجة بالتخمين من طريقة العرض بالسؤال وهذا كيف يبدأ هذا النهج هذا النهج يبتدأ بحساب الاحتمالات لمعدل الأساس والتي هي نسبة عدد الطلاب إلى مجموعة عدد الطلبة الذي يدخلون مجال الهندسة بتلك الجامعة ولنقول في هذه الحالة أن 1% فقط من مجموعة تلاميذ هم الذين يدخلون المجال الهندسي وبعد أن نعرف هذه المعلومة سنقوم بتعديل هذا الاحتمال على أساس المعلومات الجديدة التي حصلنا عليها عن طريق العرض مثل معالم الشخصية التي تم تقديمها وعندها فالنسبة سترتفع قليلاً للأعلى لنقول من نسبة الواحد في الميحة ترتفع إلى 3 أو 4 أو 5% لكن هو احتمال أن يكون توم مثلاً في المجال الهندسي لكن مع ذلك ستظل النسبة إحصائياً قليلة والأرجح أن لا يكون مجال توم هو الهندسة أي أننا عندما سنلغي هذا الاحتمال ونبدأ في تحليل المجالات الأخرى وذلك لكون معدل الأساس للطلبة في المجال الهندسي هو أقل بكثير من المجالات الأخرى هنا نحن لم نلغي أو نتجاهل معدل الأساس هناك تجربة كلاسيكية أخرى قام بها تفرسكي وكانمن وفيها تم تقديم المسألة التالية لفريق من الأشخاص أي مسألة ثانية ليندا آنسة في الواحد الثلاثين من العمر ذكية جداً واجتماعية تخرجت من كلية الفلسفة وكانت اهتماماتها تصب في رفض التفرق العنصرية والمنادات بالعدالة الاجتماعية كما كانت لها نشاطات كثيرة في رفض انتشار القنبلة النووية فما هو الأرجح في رأيك أن يكون عمل ليندا من بين هذه الاختيارين واحد ليندا تعمل محاسبة بالبنك اثنين ليندا تعمل محاسبة بالبنك ولديها نشاطات في مجال النسوية لاحظ أن معرفتنا بشخصية ليندا ستجعلنا نقع وبسداجة فيما يسمى بمغالطة الترابط أو conjunction fallacy فلو قلنا ليندا تعمل في بنك ألف ليندا تعمل في بنك با ليندا نشطة بالمجال النسوي عندها سيكون احتمال ألف اللي هو ليندا تعمل في بنك أعلى من احتمال ليندا تعمل في بنك زائد با اللي هو ليندا نشطة بالمجال النسوي يعني لو حطيناها بالمعادلة الرياضية التالية سنرى كيف أن ألف احتمال ألف هو أكبر من احتمال ألف زائد باء فالجواب هنا يبدو بديهياً لنا لكن بالواقع لا نفعل ذلك بل إحساسنا الداخلي هو الذي سوف يقودنا للإنحياز الاختيار الثاني والذي هو لندة تعمل بالبنك ولديها نشاطات في المجال النسوي فهذا الإحساس هو ما تغلب على تحليلاتنا الرياضية الصحيحة في حساب الاحتمالات وإذا نفكر فيها بصورة أكبر هذه طريقة تبيلنا كيف أننا ندخل العاطفة بينما في الجهة الثانية هو دخول العقل أو المنطق هناك منطق وهناك العاطفة نحن نميل إلى العاطفة أكثر من المنطق وهناك مغالطة متعلقة بهذه المغالطة بصورة عكسية وتسمى مغالطة عدم الترابط or disjunction fallacy فنفترض أن مريم مثلاً تعتقد بالروحانيات أو بما يسمى بديانة العهد الجديد نيو ايج ورؤية المستقبل بالبرلورة والكرة البرلورية وهكذا من أمور القلاقلا يعني فما هو ترجيح أن يكون عمل مريم بين هذين الاختيارين لاحظوا هل هي قارئة تيرو أو تارو كارت أو محاسبة بشركة أو هي فقط قارئة التيرو كارت يعني الآن خلينا نسوي مثل ما سوينا بالمرة الماضية ونضعها بالصيغة الرياضية ألف إما مريم قارئة تيرو باء مريم محاسبة في شركة ما الاختيار الأول سيكون إما ألف أو باء سوري أول إما مريم قارئة تيرو أو محاسبة في شركة ما هذا ألف باء مريم محاسبة في شركة ما الاختيار الأول سيكون إما ألف أو باء يعني لاحظ هنا ما في تأكيد لا على ألف ولا على باء فهو إما ألف أو باء الاختيار الثاني هو ألف هنا في تأكيد هنا لا يوجد تأكيد رياضياً احتمال الشيء أن يكون إما ألف أو باء كاحتمال هو أعلى من احتمال أن يكون ألف لوحده لأن هنا في تأكيد أو حتى باء لوحده وهذا يبدو بديهياً أيضاً عندما ننظر للمسألة بصيغة رياضية لكننا أيضاً سنكون مدفوعين وبالصداجة لاختيار الجواب الثاني أي ألف أو باء لوحده بناء على ما استوحيناه من عرض لشخصية مريم ومن المعروف أن التجاهل معدل الأساس يتكرر كثيراً عند تشخيص الأمراض يعني هذه يظهر نوريها كأمثلة لكن في الحياة الواقعية نراها كثيراً وفي مجال تشخيص الأمراض يتم تعليم طلبة الطب بالجامعات عن أهمية وضع الأحصاءات الرسمية بالحسبان عن تترجيحهم بالاحتمالات العديدة وعلاقاتها بالأمراض وهذا مهم للغاية لأن الإحساس السادج بالاحتمالات قد يضيع خطى الأطباء ويجعلهم يخطؤون بالتشخيص مما قد يترتب عليه نتائج وخيفة قلنا أخذ على سبيل المثال قيام الدكتور بعمل التحليلات الأولية لمرض ألف لأحد مرضى ولنقول أن هذا الفحص الأولي به معدل خطأ إيجابي يساوي 1% ومعدل خطأ سلبي يساوي 1% أي أنه عند عمل الفحص على المصاب بالمرض ألف سيكون 99% من المصابين نتيجتهم صحيحة موجبة صحيحة أي بالفعل مصابين لكن سيكون هناك خطأ واحد بين هذه الأمية بالفحص يعني بنسبته 1% أي أن واحد لكل 100 شخص ستظهر نتيجته بأنه مصاب لكنه بالواقع ليس مصاب بل هو خطأ بالتحليل ومن لم يصيبوا بالمرض في 99% سيكون طبعاً اختيارهم قصدي اختبارهم سيكون سالب بهذا الفحص والخطأ سيكون 1% أي أن واحد لكل 100 شخص بيّنت فحوصاته بأنه ليس مصاب مع أنه بالفعل مصاب هذا ما يعني هذا الفحص أو الخطأ نسبة الخطأ والصح في هذا الفحص فلنقول الآن أننا عملنا هذا الفحص لسيد جميل وكانت النتيجة موجبة أي أنه مصاب بالمرض فما هو احتمال أن يكون جميل مصاباً بالمرض ألف وليس ضحية الواحد يعني ليش ما يكون هو 1% اللي كان خطأ مثلاً بيّن إيجاب لكننا كان خطأ بالفحص هنا سيقود أن أحساسنا السادج بالاعتقاد أن احتمال أن يكون جميل مصاباً بالمرض ألف و99% صح؟ لأنه بكل أمية هناك فقط 1% اللي يطلع التحليل مانه بخطأ وهذا هو نسبة الفحص وهذه نسبة مهولة ولا مفار منها لكن بالواقع هذه النسبة أبعد ما تكون عن الحقيقة لأننا وبسداجة تجاهلنا حساب معدل الأساس للمرض ألف والذي نميل طبيعياً إلى أهماله عندما نفكر بموضوع الاحتمالات أو الإحصاءات فكيف حصل الخطأ بالتقلير؟ لنقل على سبيل المثال أن الإحصائية أبا الحكم عندك أحد الصور اللي فيها أنت على أساس تخذيك غير لا اللي عطيتك ياهم أنت تحطهم بعدين أنا أحط واحدة ثانية ماشي ماشي ملازمة شيء للشير مالج إذا شلت بعد خف خلي 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 الشير مالي أهوين بعدين ممكن نرجع لهذه وورا ما تخلصين أنا أخلي صور الأخرى مو مشكلة مو مشكلة ماشي أوكي أنا الحين أخلى شوف الصورة وين وصلت أوكي الصور يا جماعة أوكي لنقل على سبيل المثال أن الإحصاءات تقول بأن لكل ألف شخص هناك شخص واحد مصاب بالمرض ألف وهنا سيكون واحد في المية خطأ إيجابي يعني إذا قلنا هذولي يسووا الفحص كلهم وإذا كان واحد في المية خطأ إيجابي يعني معناتها عشرة من هؤلاء الأشخاص الألف سيكون إحتمال أن يكون عرضة لهذا الخطأ بالفحص يعني هم بيّن أن عندهم المرض مع أن هذا بالواقع كان خطأ بالفحص وليس المرض صاروا في كل ألف عندنا أشرة أشخاص هذا شنو معناته يعني بالإضافة إلى جميل اللي كان بين هذا والألف على اعتبار أنه جميل مثلا بالفعل هو مصاب فهناك عشر أشخاص ممن ظهرت عليهم نتائج بالإيجاب مع أنها كانت خاطئة بسبب نسبة الخطأ بالتحليل أي أن هناك واحد لكل كم 11 ممن يكون اختباره موجب صحيح أي أن احتمال أن يكون جميل مصابا بالمرض ألف هو واحد تقسيم 11 ضرب 100 أي 9% لاحظوا كم هي النسبة ضئيلة بالمقارنة إلى 99% الذي تبادرت إلى أذهاننا وبكل سداجة بالوهلة الأولى بعدين رح أوريكم الصور لأن بالصور تبين أكثر من الكلام وأنا الصراحة من الأشخاص الذين يحبون الصور يعني بالمعادلات الرياضية دائما أحب أن أتعامل مع الصور أكثر من التعامل بالأرقام والأمر لا يتوقف على هذا وحسب بل يترتب عليه تداعيات كبيرة قد يكون بعضها خطير وفي الأماكن التي تزداد بها الكثافة السكانية العامة فنسبة الخطأ في الفحوصات الإيجابية قد تزيد وبصورة مهولة على نسبة الإصابات الحقيقية للمرض عند إهمال معدل الأساس لهذا المرض وهذا قد يقود لتحليلات لاحقة تكون أكثر وحشية وأكثر مجازفة من التحليلات الأولية وقد يكون منها خطورة بسبب عدم الحاجة لاختبارات وعلاجات بأدوية لها آثار جانبية كان ممكن أن تفاديها مع التحليلات الأولية الصحيحة قد يبدو هذا غير منطقي فكيف يمكن لبرنامج بنظم من الفحوصات الطبية اللازمة ليعطائنا معلومات أكثر عن حالة المريض ولعمل الكشف المبكر للأمراض يعني العويصة كيف لهذا التست أو هذا الاختبار أن يضر الناس لكن هذا للأسف ما يحصل بالواقع عند إهمال معدل الأساس للمرض عندنا أيضاً حيازات أخرى عند تقدير نسب الاحتمالات فعلى سبيل المثال نحن نميل إلى تفضيل النفس دائماً نحن صح والآخر على خطأ وهذا يرجح لحاجتنا إلى الاعتزاز بالنفس والتي تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة عندما تطرقنا إلى حاجات الإنسان الأساسية نحن نحب أن نفكر بإيجابية عن نفسنا وأن نبدو بصورة جيدة للآخرين ولذلك فنحن نبالغ في تقدير قدراتنا وهذا يسمى التقدير المبالغ فكم مرة شفتوا مثلاً ناس يطلعون لكم باليوتيوب وغيرا ويقول لك أنا أعمل كذا وأنا أعمل كذا وأنا كذا وأنا كذا هذا ليس يعني يمكن يكون هو صح هو عمل كل هذه لكنه لما يتكلم عن نفسه هو بالواقع يبالغ أكثر مما يعني هو بالواقع نحن كذلك نبالغ في قدراتنا النسبية وتقييمنا لأنفسنا بالمقارنة مع الآخرين وهذا يسميه علماء النفس over placement أو وضع النفس من مرتبة أعلى من الآخرين دائماً ننظر إلى أنفسنا لأن هذا هو هذا عمل خطأ كذا أنا لن أعمل خطأ مثل هذا الخطأ مع أن كلنا معرضين لعمل هذا الخطأ وهناك أيضاً انحياز يسميه علماء النفس over precision أو الدقة المبالغ فيها أي أننا نبالغ في تقديرنا لأنفسنا ونبالغ في التقدير عندما نقارن أنفسنا بالآخرين وكذلك نبالغ في تقدير صحد وذقة معلوماتنا في أحد الدراسات البحثية طلب الباحثون من فريق من الناس بأن يعطوا درجات من الأجوبة لسؤال لكي يكون 90% على الأرجح مصيبين يعني يعطوهم أسئلة وقالوا لهم صلحوا حق نفسكم وشوفوا كم من الأجوبة اللي جاوبتوها أنتوا على الأرجح 90% مصيبين ولو كان مقياسهم الشخصي صحيح معنى أن وطلع طبعاً أغلبهم يعني 90% من هذه الأجوبة رجحوا أنها تكون صحيحة لو كان مقياسهم الشخصي صحيح بمعنى أنهم أعطوا درجات بحيث أنه من الأرجح أن يكون 90% منها تحتوي على إجابات صحيحة فذلك يعني أن 90% من إجاباتهم يجب أن تكون صحيحة لما رأوا النتائج وجدوا أن في المعدل الطبيعي يحصل الناس على 50% فقط يعني هما قالوا أن 90% من إجاباتهم صحيحة وطلعت فقط 50% هي الصحيحة طبعاً هذا المعدل وليس كل شخص لحاله ويقول المؤلف أنه أخذ نسخة قصيرة من هذا الاختبار بنفسه ليرى كي تسيبلى وكانت درجة التي حصل عليها هي 20% طبعاً هذا معنات أن الـ confidence أو الثقة بالنفسية بالنسبة له كانت واضية جداً وكانت أجوبته صحيحة أكثر من الأجوبة التي هو وبعض طبعاً هو عارف الموضوع فكان يريد أعتقد أنا برأيه كان ليس متأكد من إجاباته عنها كانت صحيحة فالثقة الزائدة بالنفس لها علاقة بالاحتياج لعزة النفس التي شرحناها وهذه الحاجة أو الميل بأن نكون طيبين مع أنفسنا وأن نبالغ في قدراتنا تبدو أنها خصال عامة لكل البشر يعني ما في شخص يقول أن أنا لست من هذا النوع بل كلنا لأنها صفات عامة وخصال عامة لكل البشر لكن البحوث العلمية وجدت تباين في شدة العزة بالنفس حسب البيئة الثقافية وحسب الجندر كمان فعلى سبيل المثال الشعب الصيني يبالغ في قدراته بصورة أكبر بكثير من الشعب الياباني أو من هم من الولايات المتحدة وحتى الآن لم تكتمل البحوث على سبب ذلك يعني شن هو السبب لا يعرفون ذلك لأن هذا وضع يتدخل بمتغيرات كثيرة من التي يصعب أن تغضخ للتحكم المطلوب بالبحث العلمي السليم ولذلك فنحن لا نعرف ما سبب ذلك لكن هذا المؤشر موجود دائما وفي كل الاختبارات ولا يوجد هناك شك بأن الثقة بالنفس والاعتزاز بالنفس أمور متباينة حسب الثقافة والجندر طبعا وهو ليس شيء جيني طبيعي بالإنسان وحس بل هناك بعض العوامل المقتسبة من خلال البرمجة الثقافية للبشر والآن دعونا نركز على الغاز الاحتمالات وهذه طريقة جيدة لاختبار ضعفنا البديهي في عمليات الحساب الاحتمالي لغز رقم واحد مثال كم من الناس تحتاج أن تجمعهم في غرفة واحدة يكون أثنين منهم لهم نفس تاريخ الميلاد حتى يزيد لديك احتمال حدود ذلك عن خمسين في المية معيد كم من الناس تحتاج أن تجمعهم في غرفة واحدة يكون أثنين منهم لهم نفس تاريخ الميلاد حتى يزيد لديك احتمال حدود ذلك عن خمسين في المية فكر وخمن الجواب في ذهنك الجواب هو 23 شخص لكن من الملاحظ بأن هذا الرقم أقل بكثير مما نقوم وبستذاجة بتخمينه فأغلب الناس سيخمنون أرقام أكبر من ذلك بكثير وإذا أنت خمنت الرقم فأنت جيد في تقدير الاحتمالات دعنا الآن نغير اللغز قليلا كم من الناس تحتاج أن تجمعهم في غرفة واحدة حتى يصبح لديك احتمال 97% أن يكون أثنين منهم لهم نفس تاريخ الميلاد كم من الناس تحتاج أن تجمعهم في غرفة واحدة لكي يكون لديك احتمال أثنين يكونوا عندهم نفس تاريخ الميلاد ويكون الاحتمال أن الأثنين يكون موجودين في هذا الغرفة هو 97% الجواب هو 50 شخص فقط هناك اللغز آخر قد يظهل كما يظهل أغلب الأشخاص وهو يسمى بلغز مونتي هول وإذا كنتم من مشاهدي برامج الألعاب التلفزيونية فأنتم ستعرفون أن مونتي هول هو مقدم برنامج لنقم بعقد صدقة أو let's make a deal وهذا اللغز أخذ اسمه من هذه اللغز فلنقل أنك كنت مع مونتي هول حيث يعرض عليك ثلاثة أبواب فيه برنامجه اللي هو برنامج مثل ألعاب يعرض عليك ثلاث أبواب ويوجد خلف أثنين من هذه الأبواب معزة ومعزة وخلف الباب الثالث سيارة جديدة ويطلب منك يقول لك قوم اختار باب من هذه الأبواب الثلاثة واللي وراء هذا الباب سيكون من نصيبك لاحظ أن مونتي هول يعرف أين توجد السيارة وهذا جزء مهم بالنسبة للغز الآن ستقوم أنت باختيار بالاختيار وتتوقع من مونتي هول أنه يفتح لك الباب ويقول لك أوكي خضيت معزة إذن المعزة لك سيارة سيارة لك لكن هذا لا يحصل مونتي هول وبغض النظر عن الباب الذي اخترته أنت لن يفتح ذاك الباب بل سيقوم بفتح أحد البابين الآخرين طبعا هو عارف وين السيارة وين المعزة فرح يفتح لك باب اللي في وراه معزة وهنا طبعا دائما هناك معزة لأنه هناك معزتين في كل اللغز سيقوم ويقول لك أوكي الحين قرر هل تتمسك باختيارك السابق على الباب اللي ما فتحها أو تأخذ الباب المغلق الآخر هل ستغير يعني تأخذ الباب الآخر أم ستستمر مع الباب اللي اخترته من أول مرة ماذا ستفعل وهل يهم لاحظوا هناك الحين بابين واحد وراهم محزة واحد وراهم سيارة هل يهم أنك تغير هل هناك أهمية يعني بالحسابات الجواب البديه الذي يرجحه أغلب الناس هو أنه لا يهم صح؟ أي أن هناك بابين وممكن أن تكون سيارة وراء كل باب منهما واحتمال فوزك عندها هو 50% أو 50% لكل باب لكن الحقيقة هي أنه إذا تمسكت باختيارك الأول فاحتمال فوزك بالسيارة هو واحد على ثلاثة لأن قبل تحت الثلاثة أنت لم تعرف البيبان شنو وراها فأنت اخترت واحد فالاحتمال هنا واحد للثلاثة بينما إن بدلت الباب فاحتمال فوزك بالسيارة سيزيد إلى أثنين على ثلاثة وهذا هو الجواب الصحيح لهذا اللغس أي أنت كأنك اخترت أثنين نسبة إلى الواحد الذي هو ليس وتعرف أنه ورا وهذه أيضاً إذا الحين تحط الصورة اللي أنا شيرتها أبا الحكم الحين ممكن ممكن نشوفها فتقدر تشيرها أبا الحكم الصورة اللي أنا حطيتها ولا لا أنت محطتها على الصورة لسه حطيها على الصورة حتى أغيرها آه أوكي خلاص علي لي بأسويها بعدين أسويها بعدين بس غيري أنت الصورة حطيها على الصورة وخلاص مو مهمة بس هذه لأنه زيادة الشرح يعني حقه بس أوكي أوكي همعم أوكي هناك طرق عديدة لتفسير هذا الجواب وأنا رح أوريكم طريقة والناس مختلفين في فهمهم للتفسير المختلفة لكن مفتاح اللغز هو أن مونتي هول يعطي معلومة عندما يفتح لك الباب حيث يوجد الماعز لأنه يعلم أين يوجد كل معزة أو أين توجد كل معزة وأين توجد السياس وفرصتك بالاختيار الأول قلنا واحد على ثلاثة وسيضل واحد على ثلاثة إذا تمسكت بهذا الاختيار لكن إن غيرت اختيارك للباب الآخر فبالأساس أنت تغير الاختيار إلى ما بين البابين الآخرين أي أنك تختار البابين الآخرين بنفس الوقت هذا قلنا وعليه فرصتك ترتفع إلى أثنين على ثلاثة وإذا عملت برنامج محاكاة سيميوليشن بالكمبيوتر لهذا اللغز فهذا ما ستحصل عليه طريقة أخرى لكي نرى ذلك هو يقول المؤلف أنه يستخدمه في أغلب الأحيان عنده محاضراته وهي كالتالي تخيل أنه بدل من وجود ثلاثة أبواب يوجد ألف باب فإن مونتي هول فتح كل باب من الألف إلا واحدة وكانت جميع الأبواب المفتوحة قلبها نعاج ولنقل أنك بين الألف باب قمت أنت باختيار باب 173 مثلاً ومونتي هول فتح كل الأبواب مع عدم اخترته أنت وباب 520 ثم سألك إن كنت لازلته متمسكاً بالباب الذي اخترته أم أنك استغيره بالباب 520 الآن ماذا ستفعل؟ أعتقد أن الجواب أصبح أكثر بديهية بما أن مونتي هول يعرف أين هو مكان السيارة عندما فتح جميع الأبواب وأنت لم تكن تعلم أي باب وراء السيارة أي كان اختيارك عشوائياً ففرصة أن تكون السيارة وراء الباب الذي اخترته هو واحد على ألف وظل واحد على ألف أما فرصتك بالربح إن غيرت الباب فهو 999 على ألف ومثل ما قلت لكم هناك طريقة أسهل من هذه بعد وتعتمد على الرسومات وراح أبينها لكم بعدين بعد لهذه وهذه الطريقة اللي أنا أحبها ولنأخذ لغزاً أخلاً نفترض أنه يوجد بين يديك ورقة من جريدة يبلغ سمكها واحد على 200 سنتيمتر أي أنه رقيق جداً الورقة رقيقة جداً للغاية النقل الافتراضياً بأنه باستطاعتك أن تطويها يعني أن تأخذ الورقة تطويها للنص بعدد لا متناهي وأغين للنص وأغين للنص بعدد لا متناهي من المرات فأن طويتها 30 مرة فكم سيكون سمكها الجواب هو أن سمكها سيكون 54 كيلومتر أو 34 ميل طبعاً هذا أكبر بكثير مما نستطيع أن نخمنه بالبديهة حتى أنا لما قلت نطويها لـ 30 مرة خطيت إيدي هالكثر لأنه ما نقدر نتصور كم ممكن أن هذا يؤثر على السمك أو ما نستطيع أن نحسبه بهذه البداية والسبب في ذلك هو أننا بديهياً نقلل من تقدير ما يسمى التتالي أو الارتقاء الهندسي Geometric Progression لأنه ليس من الأمور التي تطورت معها أحاسيسنا ولنفرض ترض الآن أننا طوينا الورقة 34 مرة الحين مدام قلت لكم عن الأرقام السابق روبي الشير يبقى ولا أرجع صور تجاه لا لا رجع صورتي أنا بعدين نسوي الشير فكرتك أنت عملت الشير يعني لا لا ما عملت ماشي كملي أوكي الحين قلنا إذا طوينا نفس الورقة 34 مرة بدال 30 مرة كم سيكون سمكها عند ذاك أو حين ذاك؟ يعني معاي شوفوا هالمفاجأة السمك سيكون ربع مليون ميل أو أربعمية ألف كيلومتر والذي يساوي تقريباً بعدنا عن القمر الحين يعني هو هذا كلها معمول يعني بالكمبيوتر يعني مش شيء مجرد تخمين لأن التخمين لن نصل إلى هذا التخمين أصلاً الخطط التسويقية المعتمدة على حساب المستويات التراتبية نفس الطريقة الجيومترك أيضاً يعتمدون على أمياتنا الرياضية وللتذكير في الأمياتنا الإخفاق في تقدير القوة الأحصائية للتتالي الهندسي فلكي نستطيع الحفاظ على هرمية الشكر الشركة متعددة المستويات فعلينا أن نوظف أشخاص أكثر فعلى سبيل المثال إن كان كل مستوى هرمي يشغله عشر أشخاص وأردت أن تحافظ على هرمية عشر مستويات من الهرم فسوف يزداد لديك عدد الموظفين ليصبح أكثر من سكان الأرض فما يحصل بالعادة في البرنامج التسويقي متعدد المستويات هو أن البائع يتم تشجيعه ببناء مجموعته ليزيد من عدد الناس الذين يوظفهم لمساعدته في عملية البيع وأحياناً يطلب منهم أن يوظفوهم ما لا يقل عن عدد معين لكي يكون الربح على قدر الاستثمار قد يكون خمسة أشخاص أو ستة أو أي إن كان وهؤلاء لكي يكون لهم عائد من الاستثمار سيقومون بدورهم بتوظيف خمسة أشخاص أو ستة أو أي إن كان لكن هذا التقدم العددي لن يكون مستمر لأنه سيكبر وسيكبر ونحن نقلل من تقدير بأي سرعة ممكن أن نشبع مجموعة دماء أو مدينة أو منطقة أو حتى العالم بأي برنامج تسويقي متعدد المستويات وكذلك من السؤولة بالمكان أن نقوم بالكذب في الإحصاءات أي بأن تستغل إحساس الناس السادج بالإحصاءات لكي تخلق انطباع غير صحيح أو مضلل هناك مثال شائع وظاهر في الأمور الصحية هو ما يسمى بالمجازفة النسبية والمجازفة المضلقة وهذه عادة يستخدمونها شركات الأدوية يعني شركات الصيدلة والأدوية لكي يعني يبيعوك أدوية أنت لا تحتاجها لنقل أن شخص واحد مثلا من بين عشر أشخاص أصيبه بمرض ألف وعامل المخاطرة البيئية يزيد إلى شخصين لكل عشرة آلاف شخص هنا تكون المجازفة النسبية يمية في المية أو حتى مرتين أكثر من ذلك لأنك أنت قاعد تشوف العشرة آلاف وشخصين لكل عشرة آلاف شخص هنا تكون أو حتى مرتين عن ذلك وقد تقرأ البنوط العريضة في الجرائد بأن هذا التعرض البيئي سيضاعف المجازفة بالإصابة لهذا المرض أو على الأقل سيزيد المرض بنسبة مئة في المية وهذا يبدو كأنه أمر خطير لكن لو نظرنا للمخاطرة المطلقة فسوف نجد أنها فقط أثنين لكل ألف سوري عشرة آلاف أي أثنين صفر أو أثنين بالمية في المية يعني 0.02% وإن قرأت عنوين بالجرائد تقول أن 0.02% من زيادة المخاطرة في الإصابة بالمرض ألف فلن يكون لها نفس وقت نسبة 100% والمجازفة النسبية ممكن أن تستخدم للمبالغة في آثار عوامل المخاطرة وكذلك للعلاج وإذا لم يتم أعطاء التوضيحات الدقيقة بنوعية المخاطرة التي سنقع ضحيتها فهذا ممكن أن يكون مظلل هناك مغالطة إحصائية شائعة تسمى بمغالطة الرامي أو الهداف أو شاربشوتر فالسي أو سبتايمز يسمونها أيضا تكساس شاربشوتر فالسي والأسم مصدره هو التشبيه برامي يطلق الرصاص بالجزء الفسيح من الإصطبل ومن ثم يذهب ليرسم دائرة حول مكان الإصابة مندعيا أنه أصاب الهدف بكل دقة وبالطبع فمن السهولة بمكان أن تحدد الهدف بعد أن تعرف أين كانت الإصابة وهذا تشبيه جيد لأنه يبدو بديهيا بل يكاد يكون عبثي لكنه أمر مدهش بأننا نرى كم هي عدد المرات لو أنتوا تلاحظون في كل المحاضرات قصد المناظرات التي تحصل بين المسلمين والملحدين وغيرهم ترى دائما هذه المغالطة تتكرر أي أنهم بعد أن يصيب الهدف يذهب ويقول هذا مكان الذي كنت أقصده بالبداية هذه النوعية من التصرفات لكن المشكلة تكون غير ظاهرة وهذا ما يجعلها بصورة عملات تكون ظاهرة وتجعلها أكثر خبثة وهذا له طبعا علاقة باختيار المعايير أو تفسير مدى أهمية هذه المعايير بعد أن يقع الحادث أي بعد أن نعرف ما هي النتيجة وهي أيضا تسمى تحليل ما بعد الحدث أو post-talk analysis وهذا له علاقة بما ذكرناها سابقا بقدراتنا التطورية للتنقيب عن البيانات في أدمغتنا للبحث عن أنماط مشابهة فنحن نبحث عن الأنماط ونعمل بينها التوصيلات مثال عن ذلك على ذلك هو خلق علاقة بين اغتيال أبراهام لينكن واغتيال جون كيندي فالباحثون وجدوا كل مصادر التوصيلات الباحثون طبعا ناقبون في أفكارهم وجدوا كل مصادر التوصيلات الظاهرة بين هذين القصتين فعلى سبيل المثال من قتل لينكن قام بإصابته على مسرح ومن ثم هرب إلى مخزن كتب بينما قاتل كيندي أصابه من مخزن كتب وهرب إلى مسرح والطبع بعد أن حصلت هذه الاغتيالات فالصلة بينهما تبدو متهشة يعني كيدا فيه شيء بين صلة بين مخزن الكتب والاغتيال والمسرح فتبدو متهشة ولا بد أن يكون هناك تفسير ما لكن ذلك كله تحليل ما بعد الحدث نحن لم نعرف هذه الأشياء إلا بعد ما حدث الحدثان والمسألة هي البحث عن الأمور المشتركة ومن بعد ذلك خلق تفسير ومعنى لهذه الأمور المشتركة بعد أن ينتهي الحدثة هناك مغالطة أيضا مغالطة تسمى مغالطة المبالغة بالدقة exaggerated precision فالجواب قد يكون مثلا تقنيا صحيح لكن لو كان له دقة أكبر مؤمن عليها بالمقدمة فهذا نتيجته ما نسميه بالمغالغة بالدقة ومثال على ذلك هو صفحة في الكمبيوتر باسم الفيزياء السيئة فالعاملين بهذه الصفحة يبحثون بالجرائد والمجلة عن الأممية الرياضية هذا اللي يسوونا وهذا أحد ما نشر في هذه المواضيع وكانت عن طريقة عمل طبقا ما بمقادير مثل ملعقة شاي من السكر أو فنجان بصل مبشور وهذه الأنواع من القياسات اللي تعرفونها وبالآخر مكتوب أن هذه الوصفة تنفع لعدد من 4 إلى 6 وجبات ومن ثم تعطي حساب الكالوري أو الطاقة الحرارية لكل وجبة بأنها مثلا 271 كالوري مع 28.73% جرام من البروتين لهد برسجن يعني وخمسة وثمانية وثلاثين جرام من الدهون وخمسة وعشرين وتسعين في المية جرام من الكاربوهايدرات بخمسمية وواحد وتسعين مللي جرام من الصوديوم مثلا وهذه أرقام دقيقة للغاية أي برقمين بعد النقطة العشرية 28.73 جرام من البروتين لعمل ما بين 6 إلى 6 وجبات أي أنه لا يعطيك حتى دقة عدد الوجبات يقولك من 4 إلى 6 وفي نفس الوقت يعطيك كم من البروتين والمدخلات لما هو شيء مثل ملعقة شاي لما يقولك ما يقولك بالضبط مثلا كم هي وبالنهاية يعطيك الكالوري بهذه الدقة والذي هو قياس غير دقيق بالمرة أو بالخلاصة في هذا الكورس نحن قمنا بمناقشة قوة وضعف الإدراك لدى البشر والإحصاءات والإحتمالات هي المناطق العامة للضعف الحاد لمعظم البشر وكما هو الحال لأمور متغيرة كثيرة فبعض الناس لديهم قابلية لتعلم الرياضيات أكثر من غيرهم وهذا شيء طبيعي لكن عندما نتكلم عن الشخص العادي فهو لديه بالعادة إحساس ضعيف بالحساب والإحصاء لكن من السهل بمكان أن نعوض عن ذلك الضعف مع مهارات تعليمية مكتسبة وبالأخص ما يتعلق بالرياضيات هذا كان نهاية فصل هذا اليوم اللي كان عن الاحتمالات وفي الفصل الجاي حنتكلم عن شيء آخر اللي هو أيضاً جداً جميل ورح يكون كيف وهو عن الوهم الجماعي يعني كيف ممكن مثلاً أنا أتوهم في شيء أبل حكمي توهم بالشيء بس هل ممكن يكون هناك وهم جماعي يجمع ناس كثيرين بنفس الوهم بنفس شوفون نفس الشيء هذا اللي رح نشوفه في الحلقة الجاية تفضل أبل حكم